شاهدنا إلى معرض الصحافة نستهله مداية من القدس العربي صحيفة القدس العربي صلتت على الأوضاع في فلسطين المحتلة حيث عنونت صدر صفحتها الأولى متطرفون إسرائيليون يدعون لهدم قبة الصخرة وفلسطين تحذر من حرب دينية وكتبت الصحيفة دعت منظمة لهافا الاستطانية المتطرفة أمسا للبعاء إلى اقتحام المسجد الأقصى وتفكيه قبة الصخرة فيما حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الدعوات العنصرية واعتبرتها حركة حماس تصعيدا خطيرا ضد الهوية والقيم والمقدسات الإسلامية ونشر رئيس المنظمة العنصرية بينسي إيكوباتشين إعلان عبر شبكات تقول التواصل الاجتماعي دعا فيه منظمة الهيكل واليمين الصهيوني المتطرف إلى الحجد الأحد بعد المقبل بمناسبة يوم الاحتلال القدس الشرقية من أجل اقتحام صحات المسجد الأقصى وبدء تفكيه قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد الهيكل المزعومة ننتقل مشاهدين إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عادت إلى الحرب في أوكرانيا وتداعيتها إذن قالت وعنونت صحيفة شرق الأوسط احتدام حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب وحيث احتدمت أمس حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب المستمرة منذ شهرين على خلفية تداعية الحرب الدائرة في أوكرانيا وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس أنها قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت السفير الفرنسي في موسكو بير ليفي وأعربت له عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات الفرنسية الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا لإعلان 41 موظفا في البعثات الدبلوماسية الروسية في فرنسا شخصيات غير مرغوبة فيها وأعلنت إجراءا وجوبيا بطرد 34 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا كما استدعت الخارجية الروسية السفيرة الإسباني ماركوس جوميس ماريتيس وأبلغته قرار طرد موظفا 27 موظفا في سفارة إسبانيا بموسكو وقنصلياتها العامة من جهتها أفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو أبلغت البعثة الدبلوماسية الإيطالية بطرد 24 دبلوماسية إيطالية كإجراء جوابي ننتقل إلى صحيفة لوموند الفرنسية صحيفة لوموند الفرنسية كتبت حول المفاعلات النووية الفرنسية المتوقفة وقالت غلق عدد قياسي من المفاعلات النووية بسبب التآكل حيث أنه من بين 56 مفاعلا قيد التشغيل تم إغلاق 29 مفاعلا يوم الاثنين الفارط في الوقت الذي يعتزم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء القطاع النووي مع بناء 9 وحدات جديدة ويعاني الأسطول الحالي النووي طبعا الفرنسي من التآكل في خطوط الأنبيب الأمر الذي أدى إلى التخطيط لعمليات إغلاقها لفترة طويلة لإجراء الفحصات اللازمة ولتمديد عمر خدمة المفاعلات إلى ما بعد 40 عاما ولكن أي أيضا ظاهرة التآكل غير المتوقعة وغير المبررة إلى حد كبير تقول الصحيفة على الأنبيب هذا الوضع الذي يطرح مشاكل تتعلق بأمن الإمدادات إمدادات الكهرباء التي تستعملها فرنسا في هذا الشأن ويثير تساؤلات من ناحية السلامة مشاهدين هذه جولتنا في عالم الصحافة بداية من عنوين الصحف والعربية والعالمية جولتنا في عالم الصحافة متواصلة